الحصاد من قناة الفلوج أهلا بكم مشاهد الكرام في نشرة أخبارية مفصلة من قناة الفلوج نبدأها بأبرز العنوين بعد نحو 11 شهرا من الأزمة السياسية المبادرات تخفق بإنهائها ونصوص الدستور تلوي عنقها بعد وصول وزير الداخلية الإيراني إليها قائد القيادة الأمريكية الوسطى في بغداد والكاظم يلتقيهما كل على حدة في يومها العالمي أرقام الأمية مفزعة في العراق متخصصون يؤكدون خرجوا جامعات لا يقرؤون ولا يكتبون اضطراب ما بعد الصدمة ينتشر بين الشباب العراقي الأمم المتحدة تحذر الإضطراب يصيب ربعهم الجفاف يخرج الذئاب قطيع يهاجم سكان قرية في ذيقار وطفل سام الرائي يموت خوفا من كلاب سائبة البداية سياسيا فبعد نحو 11 شهرا على الأزمة التي أعقبت الانتخابات انتخابات عام 2021 لم ينفك الإعلان عن مبادرات لحل المأزق الذي تعيشه البلاد لكنها لم تنجح حتى الآن بفك الانسداد السياسي بل إن بعضها أسهم في تأزيم الموقف أكثر وكانت آخر المبادرات هي تلك التي دعا إليها رئيس اتلاف الناصر حيدر العبادي التي تضمنت الذهاب نحو اتفاق سياسي يشمل الانتخابات المبكرة وحل مجلس النواب بإشراف حكومة ذات صلاحيات كاملة وأوضح العبادي في تغريدة له أن المادة الرابعة والستين تؤكد حل الفرلمان بناء على طلب من ثلث أعضائه إلى ذلك كشف وزير القائد المقرب من زعيم التهار الصدري مقتدى الصدر عن رفض عودة أعضاء الكتلة الصدرية المستقلين إلى البرلمان مرجحا للانسداد السياسي في حال عودتهم وأوضح وزير الصدر أن هناك سعيا من البعض وبالطرق القانونية إلى إرجاع الكتلة الصدرية إلى البرلمان مبينا أن هذا يتعارض مع مغزى انسحابهم وهو سد كافة الطرق للتوافق مع الإطار التنسيقي مؤكدا أن احتمال عودة الكتلة إلى البرلمان ضعيف ومبينا أنه في حال عودتهم سيكون هناك انسداد سياسي مرة أخرى منذ بداية الأزمة السياسية لانتخابات 2021 أي قبل 11 شهرا لم ينفك الإعلان عن مبادرات كثيرة لحل المأزق الذي يعيشه البلاد لكنها لم تنجح حتى الآن بفك الانسداد بل أن بعضها أسهم في تأزيم الموقف أكثر طبعا أولى المبادرات أطلقها الإطار التنسيقي في نيسان من العام الماضي وتضمنت الشروع بحوار غير مشروط بين كافة القوى السياسية إلى جانب التمسك بحق المكون الشيعي في تمثيل وتشكيل الكتلة الأكبر التي تنبثق منها الحكومة الأمر الذي أدى إلى فشلها وعدم التجاوب معها من أبرز المبادرات التي ما تزال قائمة حتى الآن هي مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني هذه المبادرة تعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة والمتنازعة والتي حصل بينها سوء تفاهم حول تشكيل السلطة وكان يرنو إلى التوفيق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري الذي رفض الحوار مع الإطار التنسيقي وقواه يطلع رئيس إقليم كردستان بدور مهم بإدارة هذه المبادرة وأيضا نجفان بارزاني قام بهذه المهمة أما في نهاية آب الماضي طرح زعيم التيار الصدري مبادرة جديدة تتضمن عدم إشراك جميع الأحزاب السياسية التي اشتركت في الحكم وكذلك الشخصيات التي شاركت معها منذ عام 2003 وحتى الآن بما فيها التيار الصدري ورفض إدارتها للبلاد في هذه المرحلة من أجل الخروج من الأزمة المستعصية التي يمر بها البلد وأكد أنه مستعد لتوقيع اتفاقية خلال 72 ساعة إلا أنها قوبلت بالتجاهل من كافة الأطراف ومن ضمنها الإطار التنسيقي في الرابع من أيلول الجاري طبعا كانت هناك موافقات من بعض القوى والأطراف المشتركة في الحكومة خاصة تلك التي تدعو إلى حكومة وحدة وطنية باشتراك مع التار الصدري إلا أن مبادرة زعيم التار الصدري ومقتدر الصدر قوبلت بالرفض بشكل شديد من قبل الإطار التنسيقي وقال بأن أكثر الكتل والأحزاب المشاركة في هذه الحكومة هي من النخب الموجودة في الساحة ولا يمكن أن تكون خارج العملية السياسية أما في الرابع من أيلول الجاري فقد قدم رئيس البرلمان محمد حلبوسي مبادرة من عشر نقاط كانت تعتبر هي أحدث مبادرة من أجل الوصول إلى صلح بين الكتل السياسية المتنازعة ومن أجل عودة العراق والعملية السياسية والبرلمان إلى وضعه الطبيعي قبل أن تحصل المشكلة وتخرج الأطراف بجمهورها إلى الشارع وتنزل إليه دعا إلى انتخابات مبكرة تزامنا مع انتخابات مجالس المحافظات وكذلك في موعد أقصى نهاية العام فضلا عن إعادة تفسير المادة السادسة والسبعين من الدستور تفسيرا واضحا يمنع تأويلها أو أي وجه من أوجه احتمالية تأويلها بشكل مختلف يبدو أن المبادرات سيأخذ منها ما هو يخدم المصلحة الوطنية والحوار الوطني وصولا إلى اتفاق سياسي يفضي لحل المأزق الذي حصل خلال الأشهر الماضية والذي وصل صداه إلى العالم أجمع وحضرت منه قوى إقليمية ودولية من أن الوضع لو بقي على ما هو عليه سينزلق العراق إلى منزلقات خطيرة في ظل نضوج سياسي على مستوى الشارع على بيباتة يفهم ما يحدث في أروقة السياسة القائمة على أساس مصالح الأحزاب للشارع ترتفع المطالب الشعبية بضرورة تعديل الدستور مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير وسط احتدام الصراع السياسي والفراغ الدستوري الذي يعيشه العراق يؤكد قانونيون أن أي تغيير لا يرتجى من إجراء الانتخابات فنتائجها ستكرر الانسداد السياسي الحالي مع بطاء الدستور الحالي ومواده التي تتحمل أوجها عدة من التفسيرات الدستور العراقي وهذا تحدثنا عنه كثيرا للأسف الشديد مواد الدستورية تقبل أكثر من تفسير لذلك كان في معظم الأحيان يذهب مجلس النواة وتذهب الحكومة وأجهات ذات الاختصاص إلى المحكمة الاتحادية من أجل الحصول على تفسير المشكلة تكون في أن نهايات هذه المواد مفتوحة شعبيا ترتفع المطالب بضرورة تعليل الدستور في ظل نضوج سياسي على مستوى الشارع الذي بات يفهم ما يحدث في أرهقة السياسة القائمة على أساس مصالح الأحزاب للشارع اتفق الجميع الشعب العراق اتفقوا على أن تغيير الدستور هو مطلب شعبي وبذلك يمكن أن يؤدي إلى نتيجة أفضل مما هو عليه الآن خاصة ونحن نرى أن الانسداد السياسي هذا كيف أو ماذا فعل بالشعب العراقي ويؤكد متابعون للشأن المحلي أن أحد أهم مداخل إصلاح النظام واستقراره هو الإقدام على تعديل الدستور بما يوضح سلاحيات كل سلطة وحقوق المواطنين وحرياتهم وعيشهم الكريم ليست هذه المرة الأولى التي تتصاعد فيها الأصوات مطالبة بإعادة كتابة الدستور لكن الجديد هو أن الجميع بات مقتنعا بأنه لن يعد جزءا من الحل وأن الحاجة لوجود تشريع قادر على الاستجابة لمتطلبات العمل السياسي أصبح أمرا لا مفر منه من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية ينضم إلينا الخبير القانوني عبد الرحمن جلهم سيد عبد الرحمن مرحبا بك ما الذي تبقى من الأطر الدستورية كما تعلم أمس المحكمة الاتحادية في النظر بالدعوة حل البرلمان لمحت لحل جديد يمكن من خلاله حل البرلمان لكنها لم تتطرق له أي طرق الأخرى تكون ممكنة لحل البرلمان غير المعتادة أهلا وسهلا بكم يعني حقيقة حتى نكون واضحين أنه هو أصل لجول المحكمة الاتحادية يعني لو كان مدروس 100% لما أدخل المحكمة الاتحادية ومجلس قبال على بهذا الإحراج لأنه مواضح المحكمة الاتحادية حددها الدستور مهام محددة بالذات اللي هي بدأت بالمادة 92 اللي هي هيئة قضائية مستقلة وعدد أعضاءها كذا وال93 حددت المهام مالتها بالضبط أنه الفصل بين السلطة التشريعية وسلطة النفيذية الفصل بين المشاكل التي تحصل بينها تفسير القوانين الغامضة أو القوانين تتعارض مع الدستور العراقي وكذلك بنفس الوقت المشاكل التي تحصل بين الأقليم والمركز هذا الأساس نعم تسمعني؟ نعم أسمعوك سيد عبد الرحمن هذا الأساس والمادة 94 قرارات هباته إذن وإذا ترجع النظام الداخلي بالمحكمة بالمادة أربعة لا يوجد شيء بالقانون مال محكمة داخلي لا دستوريا ولا نظامها الداخلي أو كبيفة شيء يقول أنه إنها صراحية تحل البرلمان والدستور واضح من مادة 64 الذي يحل البرلمان يأما يصير عن طريق مجلس النواب أو عن طريق رئيس الجمهورية في حالة أنه مخالفة مجلس النواب للمدد الدستورية أو غيرها يعني هذه الآلية واضحة جدا إذا تجي على القرارة مع المحكمة الانتحادية بالفقرات كانت توجيهي وأقرب للإلزام إنه واحدة تاني أما مجلس النواب ينقى عضاء مجلس النواب عن الأناد الذاتي ويرعون مصالح الشعب ويبدون بالعمل ما يتم بشكل طبيعي على حسب الأصول بخدمة الناس تعرف أنت كل شيء معطلس بالعراق موازنة ماكو عمل ماكو مشاريع متوقفة كل هذا لازم أنه أنت الناخب اللي انتخابك ودخلك إلى مجلس النواب لازم تفكر به بمصطحته أكبر بكثير من أي مصالح أخرى هذه التعارضات هي اللي أثرت تأثيرها واحدة من اثنين يأما يقول مجلس النواب أنه أنا أحل نفسي وينتهي الموضوع حسب رأيي أو التوجيه مع المحكمة الانتحادية بهذا الخصوص المحكمة الانتحادية وجهت عن مادة 64 إنه مجلس النواب له الصلاحية أو رئيس الجمهورية أو الجلسة إلى حوار بين الكتل السياسية حوار بناء تغلب عليه مصلحة العراق بالدرجة الأولى نعم وهو ربما أيضا يندرج في مسألة حل البرلمان لنفسه طالما اتفقت الكتل فيما بينها إذن حلان لا ثالثة لهما لكن هناك إجماع على ضرورة انتخابات مبكرة هي ضرورة ومهمة وهي البيئة القانونية والدستورية لها كيف يمكن أن نتعامل معها مع الانتخابات المبكرة ما هي أبرز معالمها ومعاييرها للذهب الانتخابات ناجح لا تعد لنا نفس الأزمة الحالية التي نمر بها هذه الأزمة الحالية المشكلة أنه أنت عندك بين تيارين تيار أطلق الإصلاح ويبحث عن الإصلاح وتيار آخر يقول لك الآن الإصلاح يأتي عن طريق العملية السياسية بالانتخاب رئيس وزراء جديد أو رئيس جمهورية يبقى نفسه أو ينتخاب رئيس جمهورية فهذا التقاطع الصار هذا يحتاج لحوار بين الكتل السياسية حتى توصل إلى أنت يجي أنت لنفرر هذه المحل المجلس النواب وصارت انتخابات مبكرة المفوضية موجودة عندها قانونها والقانون ما التواضح والآليات ما التواضحة هنا اللي راح النتاجي عندك هل أنه من راح تصير انتخابات مبكرة هو هذا السؤال لازم يطرح بين الكتل السياسية ويصير عليه على أساسها ميثاق شرف أنه هاي الكتل السياسية هل راح ترجع تصدد مرة ثانية أو تقول لك أن يصبح هناك انسداد سياسي بين هذه الكتل هاي المشكلة الأساسية اللي واحد لازم يعالجهم وهالجة حقيقية بالحوار طيب المحكمة الاتحادية وصفت حكومة تصريف الأعمال بحكومة الحكم للواقع هل هي إشارة بأن حكومة الكاظمي تستطيع أرسال طلب لحل البرلمان لا طبعا حكومة تصريف الأعمال القرار لحكومة الصدر من المحكمة الاتحادية بناء على طلب رئيس الجمهورية ما هي القرار رقم 120 الصدر من المحكمة الاتحادية أو 122 حسب ما أذكر حدد ورسم صلاحية رئيس الوزراء يعني لو كنا على حكومة تصريف الأعمال قبل قرار المحكمة الاتحادية بتحديد صلاحياته لكان ممكن أنه بما أن حكومة تصريف الأعمال ممكن تدعو يعني ممكن التغاضي بس هي حكومة تصريف الأعمال يعني رئيس الوزراء مختار ولأن رئيس الوزراء الحالي الموجود هو أختير عن طريق التورة التشرينية وعلى أساس نتاجها أصبح رئيس الوزراء فحاليا صارت عندك انتخابات وعلى حسب الأصول حاليا هذا الانسداد السياسي والحالة الموجودة بي لا يمكن رئيس الوزراء طبعا قطعا أنه يقدم طلب بحل البرلمان حسب القرار الأخير للمحكمة الاتحادية حدد الصلاحياته بفقرات محددة بالذات وهذا قرار ملزم أما إذا تجي على الأمور الأخرى اللي ممكن الحل بيها فهو دائما يجب أن يكون حاليا الحوار ثم الحوار بين القتل السياسية للخروج بنتيجة واحدة لا ثالث دخل يأما حل البرلمان يأما البقاء على البرلمان والاتفاق على أمر سياسي معين وأما بخصوص يعني بالتقليل ما تقول لكم عن التعديلات الدستورية التعديلات الدستورية يعني حقيقة الدستور العام 2005 كتب على عجل هو البلد محتل ونحن نعرف هذا الواقع كله الكثير من النصوص معومة الكثير من النصوص أمور عم فخوخ وحاية كالثة نعم وضحت هذه صورة الخبيرة القانونية ثلاث مواد فقط نعم عذرا لي المقاطع لضيق الوقت الخبيرة القانونية عبد الرحمن جلهم شكرا جزيلا لك نعم بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال مايكل كوريلا تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة بالإضافة إلى بحث فاق التعاون الثنائي لا سيما العسكري وجرى خلال اللقاء التطلع إلى تطوير التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والعسكرية المختلفة لا سيما التدريب وتقديم المشورة وتعزيز الخبرات الأمنية بما يسهم في رفع قدرات القوات العسكرية العراقية لمواجهة التحديات الأمنية إلى ذلك أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أهمية الحوار الهادف بين القوى السياسية للوصول إلى حلول تضمن استقرار العراق وأمنه الأمن السمي وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى وحيدي واستعرضا خلال اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزهما ودعم التنسيق المشترك في المجالات التي تخدم الشعبين العراقي والإيراني وبحثاء جهود التي يقدمها الجانب العراقي في مجال تسهيل وفود الزائرين المشاركين في إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وتنظيم دخولهم وإقامتهم وتأمين الحماية لهم وفي سياق آخر أكدت الإدارة الأمريكية ضرورة تكثيف الجهود لحل المشكلات بين الإقليم والحكومة المركزية خصوصا الخلافات بشأن النفط والغاز لأن عدم حلها سينعكس سلبا على أمن العراق واستقراره وذكر أبيان لرئاسة مجلسي وزراء الإقليم أن رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني التقى مساعدة وزير الخارجي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بار باراليف وتناولا خلال اللقاء تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان وآخر التطورات في الوضع السياسي العراقي بالإضافة إلى التغير المناخي وآثاره السلبية على العراق والإقليم وتعزيز الاستثمار الأمريكي في كردستان في أربيل أيضا أكد رئيس إقليم كردستان نيجر فان بارزاني أن مشكلات العراق لن تحل بتهميش أي قوة أو طرف سياسي ويجب أن تتوصل مكونات العراق كافة من خلال الحوار والتفاهم إلى أسلوب للتعايش بينها وذكر بيان لرئاسة الإقليم أن الرئيس نيجر فان بارزاني استقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي بربرا ليف ووفدا مرافقا لها وبحثاء العلاقات الأمريكية مع العراق وإقليم كردستان والمساعي الرامية إلى حل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد وأضف البيان أن ليف أكدت الدعم الكامل لاستثباب الأمن والاستقرار السياسي في العراق من جانبه دعا نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوبات طالباني الولايات المتحدة إلى تقديم مزيد من المساعدة في إيجاد حلول دستورية للخلافة بين أربيل وبغداد وبحسب بيان مكتب نائب رئيس وزراء إقليم كردستان فإن طالباني اجتمع مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربارا ليف وبحث الوضع في العراق وآخر التطورات السياسية في بغداد وأكد ضرورة أن تحل أو تحل الأطراف السياسية مشكلتها عبر الحوار الوطني والابتعاد عن الخطابات والمواقف التي تزيد من حدة الخلافات والتوترات وأضاف البيان أن ليف جددت دعم الولايات المتحدة لحل شامل لتشكيل الحكومة وحثها على التعاون بين بغداد وأربيل في قضايا الطاقة الأخبار مستمرة وإلى اليوم العالمي لمكافحة الأمية إذ أكد وزير التربية علي حميد الدليمي أن وزارته سارعت بكامل طاقتها وبحسب الإمكانيات المتاحة لها إلى تطوير برامجها ومشاريعها التعليمية لمعالجة ملف محو الأمية وأكد الدليمي في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية ضرورة استدراك جوانب الخلل في ميدان التعليم لإيجاد مجتمع متعلم قادر على خدمة بلده والارتقاء به ومواجهة التحديات المختلفة مشيرا إلى أن الوزارة تعاونت مع مؤسسات المجتمع كافة للمشاركة في تحسين أداء برامج تعليم الكبار ووضعت الوزارة تعليم هذه الفئة في قمة خططها الاستراتيجية في نينوى كشفت المديرية العامة لتربية المحافظة عن وجود نحو 200 مركز لمحو الأمية في المحافظة وأوضح المعاون الفني في المديرية خالد شاهين أن المراكز استقبلت أكثر من 5000 دارس خلال العام الدراسي الحالي المديرية العامة لتربية المحافظة نينوى مستمرة في العمل في مراكز محول أمية حيث عدد المراكز الآن موجودة على مستوى المحافظة نينو 182 مركز وبواقع 5360 دارس لهذا العام وهناك طبعا جهزتنا دوائر الدولة التابعة لمحافظة نينوى بأكثر من 2000 دارسي التحقون إن شاء الله في المراكز ستفتح لهم في دوائرهم وهناك طبعا حملة من أجل القضاء على الأمية في المحافظة هناك عادات كبيرة من الأميين الموجودين في المحافظة نينوى كون المحافظة ذات كثافة سكانية عالية أكثر من 4 ملايين يقطنون هذه المحافظة وبالتأكيد هناك نسبة عالية من هؤلاء لا يقرؤون وليكتبون وبالتالي مراكزنا مفتوحة ودعوة لجميع المواطنين الموجودين في المحافظة لالتحاق بهذه المراكز إلى ذلك كشفت وزارة التخطيط أن نسبة السكان الذين لا يجدون القراءة والكتابة يشكلون نحو 13% من مجموع السكان وأصطى دعوات بضرورة تفعيل مبادرات محو الأمية وجعلها إلزامية على الجميع تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع نتابعها في هذا التقرير يبدو أن الأمية في العراق ما تزال تدق ناقوس الخطر فأكثر من ثلاثة ملايين وستمائة ألف من تعداد الشعب يوضعون في خانتها حيث ترتفع النسبة بين الإناث اللواتي تزيد عمارهن على عشر سنوات لتصل إلى 18% فيما تنخفض بين الذكور إلى 8% من مجموعهما أما التربويون فيرون أن هذا العدد ربما يكون أقل من الحقيقي الموجود على أرض الواقع ولفت إلى أن الإحصائية الأخيرة صادرة عن الأمم المتحدة من وجهة نظرهم لا تقتصر على من لا يقرأ ويكتب بل تشمل حتى خريجي بعض الجامعات غير الرصينة يعني إحنا لو عدنا إلى عام 1975 لو وجدنا أن العراق من 1975 إلى 1977 خلا تماما من الأمية كانت محو الأمية في السابق إجبارية وكانت هناك تشجيع حتى للي عاطل عن العمل يعطوها مبالغ والمتفوق يعطوه يعني مثلا وظيفة وبعدين إذا تخرج يعين في دوار الدولة أو يكرم هذا الآن انتهي أما منظمات المجتمع المدني فقد حذرت من ارتفاع نسبة الأمية في السنوات المقبلة فمراكز محوها بحسب وجهة نظرهم تكاد لا تفي بالغرض يقابلها الزياد العوامل المشجعة عليها بما فيها رغام الأطفال على العمل وترك الدراسة بسبب الفقر فضلا عن بعض التقاليد المجتمعية التي تحرم الأطفال من الدراسة خصوصا الفتيات في القرى والأرياف سيف علي قناة الفلوجة بغداد وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الناطق الرسمي للجهاز التنفيذي لمحو الأمية في العراق السيد مؤيد العبيدي أهلا وسهلا بك ويعني دعني أسألك اليوم في تصريح لقناة الفلوجة أعلنت وزارة التخطيط أن نسبة الأمية بالعراق 13% وهو رقم قريب من الرقم الذي أعلنته لأمم المتحدة العام الماضي حول وجود 12 مليون عراقي هم بمستوى الأمية يعني هذا الرقم الكبير كيف تواجهه العملية التربوية في العراق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا على الاستضافة نعم هذه الأرقام وزارة التخطيط لديها معطياتها التي تعمل عليها في إعطاء بعض الأرقام لكن أحنا بشكل عام كوزارة التربية وجهاز تنفيذي لمحوى الأمية لا يوجد لدينا يعني أعداد دقيقة ونسب حقيقية للأمية في العراق لكن هذه المنظمات تأخذ جوانب هي لديها يعني أيضا معطياتها في إعطاء نسب وأعداد للأمين لكنها غير دقيقة في المحصلة الأمية هي موجودة يعني تشكل خطر أيضا على المجتمعات ومثل ما أشار التقرير لحضرتكم العراق عند تجارب ناجحة في هذا المجال العراق بلد حضاري بلد ثقافة بلد العلم لا يمكن أن تكون فيه الأمية بشكل واسع التجربة السابقة في نهاية السبعينات وكانت حملة محوى أمية إلزامية واشتركت فيها كافة مؤسسات الدولة واستطاع العراق أن يشتاز مرحلة الأمية ويحصل على شهادة اليونسكو بأن العراق خالي من الأمية لكن الأمية مرتبطة أيضا بعوامل عديدة عندما يكون البلد غير مستقر ويمر في ظروف غير مستقرة باستمرار هذا يؤدي أيضا إلى يعني التفشي الأمية وبسبب يعني الظروف العوامل الاقتصادية العوامل الاجتماعية بسبب الحروب هذه كلها تأثر في انتشار الأمية لكن نحن بعد عام 2003 انتبهت الحكومة إلى هذه المشكلة لأن الأمية عادت من جديد في التسعينات بسبب الظروف الاقتصادية والحصار والمشاكل لمر بها البلد انتبهت الحكومة العراقية إلى هذا الأمر والمعنيين بالشأن التربوي والتربوي وزارة التربية طيب يعني سيد مؤيد ما الذي يمنع وزارة التربية من الحصول على أعداد دقيقة عن نسبة الأمية في العراق خصوصا أن هذا الموضوع مهم جدا يتعلق بمستقبل البلد نعم نعم هي شون تبناء النسب والأعداد من أين تأخذ يعني ما تأخذ على أساس يكون هناك تعداد عام للسكان في العراق الآخر تعداد عام للسكان في العراق كان في السبعة وتسعين نعم يعني هذا التعداد الجميع يعلم أنه التعداد عام للسكان هو تعتمد على أي دولة أو أي بلد يكون لديها تعداد تعتمد على اهتمامات كامل في رسم الخطط التنموية والبناء التحتية لكافة المؤسسات من ضمنها الأمية وغير الأمية تبين الأعداد الحقيقية من خلال الجرد والمسح الميداني نعم لكن نحن نعم نحن نتكلم نعم نتكلم عن صدور قانون نعم هناك ارتفاع مستمر يعني عدد سكان العراق يعني هل الدولة قادرة على يعني منع تصاعد أيضا نسبة الأمية في ظل ارتفاع عدد السكان أكيد مش ارتفاع عدد السكان هو يعني معناها ارتفاع عدد الأميين ماكوش شي يعني هاي المعادلة ما الوزارة التربية هي وزارة عريقة مؤسسات تربوية لديها خبرة في هذا المجال لكن نحن نتكلم يعني عن القانون اللي تم تشريع قانون رقم 23 لسنة 2011 هو قانون محول الأمية لكن استخدمه مبدأ الترغيب بالنسبة للأميين للتحاق بمراكز محول الأمية انطلق انطلقت الدراسة في مراكز محول الأمية في 16 2012 واستطاع الجهاز التنفيذي لمحول الأمية بعد تشكيل هيئة عليا لمحول الأمية يرأسها لوزير التربية وجهاز مسؤول عن الأمور اللوجستية التحق أكثر من 500 ألف دارس وتم فتح أكثر من 6000 مركز في عموم المحافظات نحن عموم المحافظات لدينا فيها أقسام محول الأمية تابعة لمديريات العامة للتربية ومرتبطة بالجهاز التنفيذي لمحول الأمية وانطلقت مع هذه الحملة اطلقت الدولة حوافز مالية للدارسين والمحاضرين ومدراء المراكز المدارسين 40 ألف والمحاضرين 100 ألف في هذه النقطة تحديدا هل مراكز محول الأمية تسير بآلية يمكن لها أن تساهم بالحد من مستوى الأمية في العراق هناك حديث أن هذه المراكز ينقصها الكثير من الدعم المالي نعم هو الدعم المالي الكل يتفق على أنه الدعم المالي هو ضرورة وشيء أساسي لأي مشروع ولأي حاملة ممكن أن تطلقها الدولة لكن مثل ما يعرف الجميع أنه التخصصات المالية هي كل مؤسسات تتعاني في قلة التخصصات فهذه الحوافز التي تكلمنا عليها هي ما استمرت لدفعة أو دفعتين وبسبب التقشف الذي مربيه البلد بذاك الوقت توقفت هذه الحوافز طبعا هي الأمية طبعا هي الأمية أكثر شيء تخص الطبقة الفقيرة يعني بسبب الحالة الاقتصادية والناس التي تعمل من أجل العيش فلذلك عندما توقفت أثرت يعني انعكسها سلبا لكن الوزارة التربية والمتمثلة بالجهاز التنفيذي المحول المية استخدم يعني الإجراءات البديلة إجراءاتنا يعني استطعنا أن نحد ونقلل من أعداد الأمية من خلال برامجنا يعني برامج مراكز محول الأمية المنتشرة ليس فقط يعني فقط على الأميين اللي مثلا لتحقون المراكز لحصول على شهادة محول الأمية أيضا عندنا مراكز التعلم المجتمعي وهذه المراكز هي من أجل التمكين الحصول على فرصة التعليم وإضافة إلى الحصول على الحرف والمهن المتنوع هذه المراكز يعني بالنسبة للعنصر النسوي لدينا أكثر من 45 مركز تعلم مجتمعي في بغداد والمحافظات هذه المراكز هي مراكز محول الأمية يعني نمحي أمية الدارسات ونمنحهم شهادة طبعا الشهادة اللي نمنحها في مراكز محول الأمية هي شهادة معادلة للصف الرابع الابتدائي وإمكان ليحصل على هذا الشهادة أن يكمل دراسته الخامس الابتدائي وإضافة إلى أنه نمحي مع أمية الدارسات لدينا ورش في هذه المراكز ورش في الحاسوب وصناعة الأغبية والحلاقة وغيرها ساعد النساء في تعلم الحرف والمهن المتنوع ساعدهم في حياتهم اليومية نعم نعتذر منك لضيق الوقت السيد مؤيد العبيدي الرئيس أو الناطق الرسمي لجهاز التنفيذ لمحول أمية شكرا جزيلا لك وشكرا لانضمامك إلينا اشتركوا في القناة كشفت الأمم المتحدة عن انتشار الطراب ما بعد الصدمة بين الشباب في العراق وذكر مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره السنوي انتشار الطراب ما بعد الصدمة بين شباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 19 عاما بنسبة 25% وأكثر من الثلثين من الرجال البالغين يعانون من القلق بسبب الحروب والصراعات المسلحة المتكررة التي مر بها العراق وأشار التقرير إلى أن الاضطراب ينتج عن طريق التعرض لأحداث مخيفة أو مؤلمة للغاية نحو نحو لم يعرف أي حياة تنتظرهم المجهول يحاصرهم من كل الجهات فروا من داعش عام 2014 حالمين بمستقبلهم ومستقبل عوائلهم ليستقروا هنا حيث لا شيء نحو 120 مهاجرا من الأقلية اليزيدية منعوا من دخول مخيم بالقرب من مدينة سيريس الشمالية اليونانية الذي يضم نحو ألف شخص من بينهم 700 نيزيدية ما أجبرهم على النوم في العراء اسبوعين في الوقت الذي تقوم فيه السلطات اليونانية بإغلاق مخيمات عدة بسبب احتجاجات المجتمعات المحلية مسؤولون في المخيم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أكدوا أن المخيم بات غير قادر على استيعاب أعداد أخرى من المهاجرين خاصة أن المخيم يضم 60 سريرا تقريبا سيتم توفيرها للنساء والأطفال كنا ننتظر خارج المخيم في سيريس بليونان لثلاثة عشر يوما متتاليا ونحن الأيزيدين يتراوح عددنا بين 130 و150 شخصا لم يتم استقبالنا ولم يأتي أحد لمساعدتنا يمكن أن يصل عددنا من 300 إلى 400 مهاجر آخر في الأسبوع المقبل في بلادنا لا يوجد أن هناك القتل فقط لذلك وصلنا إلى هنا بعد ستة أيام من المشي والتعب والجوع كنا في الغابة نرهق من شدة الجوع والتعب قبل أن نصل إلى هنا السلطات اليونانية أكدت أنها تعمل على حل المشكلة التي يواجهها هؤلاء المهاجرون بتوفير المأوى في مخيم سيريس أو في مخيم آخر وفق وزارة الهجرة اليونانية فيما يتخوف مهاجرون من الإغلاقات المستمرة للمخيمات لا سيما أن اليونان أغلقت 87 مخيما خلال العامين الماضيين أكثر من عشرة آلاف معاملة مروجة في محافظة ديالا للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية إلا أنها ما تزال متوقفة منذ سنوات ليأخذ نواب تحالف السيادة على عاتقهم مفاتحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بضرورة إنجاز هذه المعاملات لضمان حقوق الفقراء تقريرنا التالي يرصد مزيدا من التفاصيل عن هذا الموضوع تخرج أبو محمد عام 2008 ولغاية الآن لم يحصل على أي تعيين في مؤسسات الدولة ليضطر للعمل في ورشة للنجارة أبو محمد نموذج لآلاف الشباب في ديالا ممن يحاولون الحصول على راتب رعاية اجتماعية لأن الرفض يأتيهم في كل عام رغم تكرار التقديم لسبع سنوات متتالية نحن أصلا لا شغل لعمصر فترة أصلا نجارة من وراء الاستيراد وما الاستيراد كلها واقفة أزيدهم قاعدين كفي لك القرآن فلوس يعني فلوس ما صرف في جوبنا ما أحدنا يعني هاي السالفة ولا شغل ولا عمل ش تريد تسوي يعني بيجحال وقدمت وقدمت عن الرعاية من الـ 2016 وقدمت ثلاث مرة صار ثلاث مرات والرفض تنطبق شروط رواتب الرعاية الاجتماعية على معدوم يلدخل أو ذوي لاحتياجات الخاصة أما في ديالة فالمخالفات زادت خصوصا بعد رصد كثير من أصحاب العقارات أو المتنفذين ضمن القوائم المدرجة في رواتب الرعاية أما الفقراء في ديالة فتنتظر ملفاتهم موافقات قد تتجاوز عشر سنوات أو أكثر تحركات لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أجرها أعضاء تحالف السيادة لضمان حقوق الفقراء في ديالة وعدم سلب حقوقهم تحركات اعتبرها متخصص أحد الخطوات لتوفير لقمة العيش لأهلاف العائلات المهمشة في ديالة اليوم نواب المشروع العربي ونواب تحالف السيادة عازمون على مراجعة الدوائر كافة من أجل إيصال صوت الناس لتلك الوزارات واستحصال الموافقات الخاصة فيما يخص معاملاتهم الإنسانية والتجارية وباقي المعاملات بالحقيقة وزارة العمل كانت غير موفقة في شمول السابق لكثير من الشرائح ويتبين من خلال آلاف المعاملات مدى التقصير الحكومي اتجاه الشريحة الفقيرة التي ينتظر أصحابها لسنوات دون الحصول على أي حقوق في دولة غنية مثل العراق من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة الأخبار مستمرة في الشأن الأمني أعلنت قيادة العمليات المشتركة إحباط مخططات إرهابية لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في عدد من محافظات البلاد وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي أن جميع العمليات التي قامت بها القوات الأمنية في شمال راوى وفي ديالا وجنوب غرب كاركوكا لها علاقة بزيارة أربعينية الإمام الحسين مؤكداً أن هذه العمليات أسفرت عن قتل واستهداف عدد من الإرهابيين بواسطة سلاح الجو مشيراً إلى أن هؤلاء كانوا يخططون لعمليات إرهابية ضد الزوار والقوات الأمنية هذا وأكد قائد عمليات كاركوكا الفريق الركن علي الفريجي أن القوات الأمنية في المحافظة حققت نتائجاً في عملية الإرادة صلبة عبر قتل عدد من عناصر داعش وتدمير أوكار وضبط عدد وضح الفريجي أن عمليات الاستطلاع المسلح في تنفيذ الواجبات باعتماد عشرين كميناً وتنفيذ أربع عمليات إنزال معززة الاستقرار الأمني إلى جانب ضربات جوية جعلت القوات الأمنية تنتقل من مرحلة الدفاع إلى التعرض والهجوم بدورها أكد معاون قائد عمليات كاركوك اللواء الركن خير الله عيسى استمرار العمليات العسكرية في محافظة كاركوك للقضاء على العناصر الإرهابية بعد إتمام عملية الإرادة الصلبة التي أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين وضبط أكداس عدة من الأسلحة والمعدات العسكرية عمليات العسكرية عمليات العسكرية من الأسلحة لحد هذه اللحظة وهي قتل عناصر الإرهابية عدد ثلاثة وستجمير أوكار ومضافات جزائر إرهابي 24 واستيلاء على أكداس عدد ستة وتفجير والعضور على أبطال وستجير خمتة وستجير عبوية ناسبة ومصاد التفجير إضافة إلى الهضور على 29 قذيفة مدفعية وإضافة إلى خنابل حتاث قنابل متعدل أنواع والأحجاب وصواريخ قادمة عدد ثمتاش وأحزم الأشفة وحشوات دافعة للمتعادفات إضافة إلى هاون مع ركاعد صار الاستعمال وإضافة إلى دراجات نارية وكاميرات وزوارق ومحرك زورق وحواليات حتاث وصمامات للقنابل وولدات كربائية إضافة إلى أحداث أو ضربة جوية لعراضي داعجابية وفي ظاهرة غير مسبوقة هاجم قطيع من الذئاب المتوحشة قرية البجمعة في محافظة ذيقار جنوب العراق ما أدى إلى جرح عشرة أشخاص بينهم أطفال من سكان القرية وأوضح مواطنون أن سكان قرية البجمعة لم يعلموا بهجوم الذئاب على القرية مضيفين أنهم دخلوا بحالة إنذار شامل عزين سبب الهجوم لانتشار التصحر في مناطقهم وشح المياه تحديد منطقة الزيرج على الإصابات كان عددها يتراوح حوالي 10 إلى 11 إصابة شدة الإصابات كانت مختلفة الأعمار أيضا كانت مختلفة إجراءاتنا كطوار مستشفى الناصرية التعليمي قمنا بالإصعافات الأولية أعطاء مصر المضاد لداء الكلب بالإضافة إلى المضادات الحيوية والمسكنات الحمد لله حاليا الحالات مستقرة إلى حد ما نحن منطقة الزيرج تعرضنا إلى هجوم ذئاب من سبب شحة المياه وخصوبة الأرض وهاجرت الريف إلى المدينة وسكنتها الذئاب الذئاب شوف صار بنا هسه حالتنا يرثلها باع الجهال باع احنا صار بنا لا احنا على باب الله لا احنا ما باعنا حلالنا زريع ماكو ماي ماكو الذئاب دمرت حالنا من سبب الريف الناس صار بيها معروفة في سمراء وبعد أن خرج إلى الأسواق برفقة أصدقائه عد طفل من مدينة سمراء إلى أهله ميتا بعد أن روعته مجموعة من الكلاب السائبة فيما طالب ذو الجهات المعنية أو ذوه عفوا طالب الجهات المعنية بضرورة مكافحتها حتى لا تتكرر المأسا مرة أخرى تفاصيل أفا في سياق هذا التقرير كارثة تحل على عائلة في سامراء بعد أن تسببت كلاب سائبة في وفاة طفل لم يتجاوز 12 عاما فبعد انتشار الكلاب السائبة في الأحياء السكنية وفي الأسواق ذهب ضحيتها الطفل سيف الذي ذهب إلى السوق وعاد مطاردا من قبل الكلاب السائبة التي روعته مجموعة منها ليسقط مخشيا عليه مفارقا للحياة على إثر ذلك راح للمحل يريد يشتري خوة وجهال خالة واصلين نص المسافة بين أبو المحل وبين بيت جدة فطار داتا الإتشلاب قبل واقع بيقع ونسصها الشالة أبو المحل نقع طبطب على خد عبالة يعني مثل متخربون شيء يترجف له طبب أبو المحل من قعيم طبطب صايع علي سيوفي يعني لا تنفس ولا أكل شيء مطالبات أهله وأبناء المدينة للجهات المعنية بأن تكون هناك حملات موسعة ومستمرة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية حفاظا على أرواح المواطنين ومما تسببه من أذى وترويع للمدنيين وضمان عدم تكرارها في المستقبل الوليد هو جاف من تشلب فركض ركض مسافة يعني شانية على الطفل على وقعته راح إلى رب كريم بس هاي حالة المفروض الجهات المعنية تتخذ بها إجراء يعني كلاب سائبة وما تمشي تواوع إنه كلاب سائبة بالمدينة أي منطقة طبها بها عدة تلقى عدة يعني مجموعات ما الكلاب تتخذوا إجراء بها يعني اليوم صار علي ابنه بات راح يصير علي ابن أي مواطن الخراب والدمار والإهمال وتراجع الخدمات في أغلب أحياء سامراء أسباب ساعدت على انتشار الكلاب السائبة بشكل غير مسبوق وسط دعوات تتكرر بين الحين والآخر للحد منها من سامراء براك العان قناة الفلوجة تستمر محافظة الأنبار بتقديم خدمات تسهم في تطوير واقع المحافظة العمراني حيث أكملت مراحل التصميم تمهيدا لتنفيذ طريق 120 الاستراتيجي الذي سيبدأ من شرق الرمادي حتى جنوبها وبطول يبلغ نحو 28 كيلومترا ليحيط بالمدينة ويقدم كثيرا من الخدمات لساكنيها تفاصيل أوفع هذا التقرير أو هذا المشروع في هذا التقرير واحد من أكبر المشاريع الاستراتيجية وأكثرها أهمية في محافظة الأنبار طريق 120 جنوب الرمادي ينهي مرحلة التصميم حيث سيبدأ مساره من المدخل الشرقي للمدينة مرورا بمناطق الطاش والحميرة وصولا إلى الطريق الدولي السريع في منطقة الكيلو 18 وبطول يبلغ أكثر من 28 كيلو متر هذا الشارع من الشوارع الاستراتيجية المهمة لمدينة الرمادي ويعد من بناء التحتية المهمة لأن هذا المشروع الاستراتيجي سوف يقوم بربط المدينة القديمة مدينة الرمادي بالمدينة الجديدة في منطقة 7 كيلو أيضا يمر في مناطق الواحة القضراء الواحة منطقة الواحة 11 سابقا أيضا يبلغ طوله 130 كيلو متر 130 كيلو متر طبعا وبعرض 120 المسح الميداني انتهى والعمل مستمر في سبيل استكمال كافة الإجراءات الميدانية من خلال رفع العبوات بواسطة فريق متخصص لفتح المسار في الأرض المخصصة للمشروع كمرحلة أولى حسب إحداثيات التصميم الأساسية الذي أحيل لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات لإكمال إنشاء هذا الطريق المهم من من المشروع أن ينجز بأقرب وقت لأن كثير الازدحامات داخل المدينة ليس مصالح المواطنين سيخفف علينا قليلا ضغط وستطلع الاتجاه السيارات على الطريق الحالي الذي ستنفذ المشروع مال الشارع 120 هو من أهم الشوارع الداخل المحافظة ويربط بين السريع والمحافظات هذا الطريق سيحيط بمدينة الرمادي معززا بسياج أمني وكاميرات مراقبة لحماية مناطق مركز المحافظة فضلا عن أنه سيفك الاختناق المروري في الشوارع الداخلية كما أنه سيسهم في تشغيل اليد العاملة خلال فترة إنشائه وفي ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين بعد نحو 11 شهرا من الأزمة السياسية المبادرات تخفق بإنهائها ونصوص الدستور تلوي عنقها بعد وصول وزير الداخلية الإيراني إليها قائد القيادة الأمريكية الوسطى في بغداد والكاظم يلتقيه ما كل على حدة في يومها العالمي أرقام الأمية مفزعة في العراق متخصصون يؤكدون خرجوا جامعات لا يقرؤون ولا يكتبون اضطراب ما بعد الصدمة ينتشر بين الشباب العراقي الأمم المتحدة تحذر الاضطراب يصيب ربعهم الجفاف يخرج الذئاب قطيع يهاجم سكان قرية في ذقار وطفل سام الرائي يموت خوفا من كلاب سائبة وللمزيد من العناوين أو الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في أمان الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر